اشتركوا في القناة ناس اتكلمت عن الارهاب وقدي ايه سيادة الرئيس في هذا اليوم وعدنا ودينا له تفويد بمحاربة الارهاب ولكن انا في اليوم العظيم ده افتكرت حاجة مهمة جدا لما سيادة الرئيس قام بالحملة الانتخابية بتاعته والخاصة بيه وعدنا بوعد ما طلعش قال انا هدي لكل واحد مصري مئة الف جنيه ولا قال انا هديكم مكافآت ولا وعدنا بوعود وما تنفذتش هو قال لنا حاجة واحدة قال لنا شعاري العمل شعاري العمل وبس كلنا هنشتغل مصر طلع من ثورة وبعد هذه الثورة لازم كلنا نشتغل وعد واوفى اشتغل وعمل احسن واجمل مشاريع ما كناش نتخيلها عمل لنا قناة السويس عمل لنا الكباري عمل لنا لما بكون ماشية واشوف شوارع بلدي واشوف جمال بلدي ولسه لسه في جديد المشاريع اللي كنا متخيلين وكانت فعلا بتتنفذ زمان في عشرات السنين بقت تتنفذ في سنة واقل من سنة سيادة الرئيس اشار الى ان العمل هو وسيلة اي امة في النهود ببلدها وبالفعل بلدنا نهضت مع العمل ياريت كل الشباب اللي شايفيني ياريت كل الناس يكونوا ويخطوا على نفس خطى سيادة الرئيس العمل ثم العمل ثم العمل شباب كتيرة بيبعتولي على صفحتنا على الفيسبوك وصفحتنا طبعا اسمها هي وآدم مع دكتور مونة المهدي على الفيسبوك بيبعتولي وبتسلوا بيا يا دكتور يا دكتور لو سمحت عايزين شغل وناس تانية شباب يعني مثلا واحد بعيت لي عنده خمسة وعشرين سنة عايز معونا قلتولو ليه عايز معونا ليه محتاج فلوس طيب انت بتشتغل لا ما باشتغلش طيب انت متعلم اه معايا دبلوم صنايا طب انت عيان لا مش عيان بس عايز معونا طب ما تشتغل احسن اجيبلك شغل لا انا محتاج معونا ايه التنبالة دي شاب تاني يبعتلي لو سمحت يا دكتور ممكن تساعديني وتشوفيدي شغل قلتولو من عناية لاتنين بالفعل جبتولو شغل هو معابا كريدوس تجارة جبتولو الاول شغل ماركتنج قاللي ماركتنج في شركة يعني عايزان الف طول النهار واتعب طيب غيرتلو الشغل وجبتلو حاجة تانية امن في مكان محترم يعني افضل قاعد وبص اللي طالع واللي نازل وفاتش اللي طالع واللي نازل وما لسيادك عايز تشتغل ايه عايز افهم انتوا عايزين تشتغلوا ايه عايزين تشتغلوا مدرين ابدأ وحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب وابدأ وتعب عشان تعلى وتعلى وتعلى وهو ده كان مبدأ سيادة الرئيس وده المبدأ اللي دايما بندعو ليه لهي والآدم للست والراجل اشتغلي اثبتي نفسك اثبتي وجودك وعشان نوري لكم ان اللي بيشتغل وبيتعب بيلاقي جايبين لكم وارجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الاعزاء والحقيقة ربنا خلق لنا في جسمنا كل حاجة ليه اهمية كل حاجة ليه اهمية واهمية كبيرة وسبحان الله اقل حاجة انت ممكن تتخيل او تتصور ان هي بسيطة بتلاقي ليه اهمية كبيرة جدا 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 في جسم الانسان ودايما دايما بوابة اي مرض هي الاسنان ممكن يكون سبب لاي مرض لو ماهتمتش بيها او اعتنيت بيها علشان كده معانا النهاردة ومعاكم دكتور نهال صفوت نهال سامي اخصائي جراحة الفم والاسنان بمركز فور دانتل اهلا وسهلا بحضراتك يا دكتور اهلا بحضراتك نورتينا النهاردة شكرا اهلا بيك في بداية كده الفقرة عايزين نعرف كل المشاهدين يا ترى المشاهد ازاي اللي بيتفرج علينا دلوقت ازاي يعتني ويهتم باسنينه اضايق هو ده سؤال جميل جدا احنا من حقنا ناكل ونشتب كل اللي احنا عايزين اهم حاجة العناية بالفم والاسنان معظمنا بيقضي وقت طويل او يبرى البيت مش منطقي ان انا هطلب من حد ان يتحرك بفرشة ومعجون بالضبط البديل العملي للموضوع ده ان ممكن يبقى معي اللبين شوجر فري خالي من السكر لو انا اكلت واكلة يعني فيها دسامة شوي تمام او قهوة او حاجة فيها كافينعي ممكن استعمل اللبين بحيث ان انا اشيل الرواسب اللي ممكن تقعد فترة طويل ده يعني اول تبس كده بسيط ممتاز طيب يا دكتور دلوقتي احنا بنشوف تخصصات يعني الاول كان دكتور الاسنان ده بيقوم بكل شيء صحيح دلوقتي فيه تخصصات كتير جدا صحيح فانا دلوقتي لو تعبينة او سناني بتوجعني ازاي اختار التخصص المناسب لي تمام هو الحقيقة طب الاسنان من المجالات اللي بتتطور بسرعة جدا السنين الاخيرة دي حصل فيها طفرة كبيرة قوي هاي لأو فالتخصصات الاساسية موجودة زي ما هي طب الاطفال طب الفم وطب اللسى جراحات الاسنان فيه تركيبات منها السابت ومنها المتحرك فبالتالي ممكن يبقى فيه كمان تخصص اكيد الحشو وعلاج الجزور جدت علينا في الفترة الاخيرة تخصص تجميل الاسنان بالزبط هوليوود سمايل اه هوليوود سمايل اكزاكلي انا حابة اعمل اكتريم ميك اوفر في شكل حيث ان انا عايز اخد ثقة اكبر او ممكن تكون فيه مشكلة مش عارف اتكلم بكفاءة وعايز اغير المشكلة دي طيب بالنسبة بقى الاسنان مرتبطة جدا باللتة او كثير من الناس بيبقى عندهم التهاب في اللسة يا ترى ايه اسباب التهاب اللسة وازاي اعالجه جميل انا حيقض من الشقة التانية من سؤال حضرتك انا اروح لانه تخصص في طب الاسنان انا كمريد الحقيقة انا كمريد يعني معفي من العيب ان انا فكر في السؤال ده انا بتوجه لطبيب الاسنان حتى لو هو ممارس عام هو هيقدر لو مشكلتي بسيطة هيقدر يحتويها بسهولة لان مشكلتي معقدة شوية هيبدأ يوجهني على التخصص الدقيق بالنسبة يعني ايه مرض اللسة او ايه هي اسبابها اللسة هي عبارة عن النسيج اللي حوالين السن اللسة الطبيعية بيبقى لونها وردي ولونها هادي كون ان يبقى فيها تورمات او لونها اختلف او بيحسن معاها نزيف انا كده عندي مرض في اللسة ومحتاج تدخل الطبيعي اسبابه كتير اولها قلة العناية بالفم كل ما اخدت فترة كبيرة في اهمالها كل ما محتاج وقت عشان تريكافر تمام ناس كتيرة لما بتيجي تخسل اسنانها بتلاقي دم بينزل وبيحصل نزيف في اسنانها صحيح فبالتالي بتروح متوقفة عن غسيل الاسنان وتقول هي الفرشة لسبب دي مشكلة يعني شائكة وشائعة وناس كتير تقولني انا وانسن حصل معايا نزيف انا بطلت استعمل الفرشة انت كده بتزود المشكلة بتخليها اصعب علي وعليك الحقيقة ممكن تكون مشكلة في بدايتها حلها سهل جدا مجرد ان انا بشيل الجيوب اللي في اللاسة بترجع تردل وحدها وللونها الطبيعي لكن كنا انا اهملها هو ده بداية المشكلة تبقى اصعب كتير يا دكتور بنلاقي طبقة جير بتتكون على السنة الناس كتيرا مش بتهتم بانها تعليجها او تشيلها او تزيلها طيب هل دي بقى ليها ضرر على الانسان لو سابها؟ بالتأكيد وده الخطأ الشهير التاني يا دكتور انا خايف ان حضرتك وجود شديلي جير ان يطلع معها الاسنان او الاسنان تتحرك نا مش حقيقية نهائية هي بالعكس اللي ممكن يخليها تتحرك وتتضر هو وجود الجير الجير ما هيش مادة صلبة على اسناني قعدة سبتة وخلاص دي عايش جواها بكتيريا بكتيريا اسمها لاهوائية هي تحب التواجد في مكان مفيش فيه هوا وتبدأ يبقى ليها افرازات الافرازات دي عبارة عن مواد بتاكل في العظم بالتالي انا بفقد ممكن تكون السنة سليمة وما فيهاش اي تسوص في مكانها سليم وتتدي تتحرك او تعمل في مكانها فعلا يا دكتور لما يكون دكتور الاسنان شاطر ومميز في مجاله زي حضرتك بنجد ان هو بيحل محل الدكتور النفسي يعني فعلا هو بيصنع ابتسامة رائعة للانسان وكلما بيشوف نفسه في المراية بيتبسط وفيه ناس كتيرة جدا بيبقى عندها مشكلة داخلية صحيح بسبب دكتور الاسنان ازاي بقى انتو كدكترة مش بقى دكترة اسنان بس لا دكترة بتتعامله نفسيا مع المريض صحيح هو يعني خلينا نجيب الجزور المشكلة فيه ليه معظم الناس بتخاف من طبيب الاسنان كان فيه دراسة في هارفرد ظريفة جدا بدون ان من 18 ل 24% من سكان الكرة الارضية بيخاف من طبيب الاسنان تعلن غالبا بتبتدي بتجربة سيئة في الطفولة اللي عند طبيب الاسنان يا اما تعرض لألم زيادة عن لزوم او ما تشرح لهش ايه اللي حيتعمل او خف والده والدته وهما بيحكوله على تجربته وهما صغيرين خليته متخوف من زيارة طبيب الاسنان حاليا ما بقاش فيه داعي خالص لده ممكن الطفل في اول زيارة ما قمش معاه باي اجراء يسبب له اي ازعاج مجرد بعرفه على الحيز اللي حواليه في العيادة فكرة ممتازة المراية ممكن تتمسك الزي الهواء اللي بيطلع من المطور الاسنان صوت مطور الاسنان فيبدأ يبقى حاسس بالامان كذلك الكبار بلاقي كتير من الكبار فكرة الحاجز النفسي ان يوجد طبيب الاسنان ان خايف يتوصم من طبيب الاسنان بان هو مهمل او ان هو شكل سنان ومش لطيف عشان كده في جزء نفسي كبير اي طبيب صراحة في اي تخصص اكبر ميزة ممكن تميزه عن غيره ان يقدر يحتوي المريض ويخليه يتكلم بمنتهى الحرية عن ايشا كويته وحاسس به سؤال اخير بقى كم مرة المفروض اي واحد طبيعي يروح لدكتور الاسنان هل لا استنى لحد دمسناني توجعني وحس بالقلم وما نمشي الليل وروح ولا في اي وقت ممكن اروح ولا فيه اوقات المفروض تكون زيارة مثلا دورية في اوقات معينة لطبيب الاسنان تميم هي الحقيقة يعني الدراسات بترشح ان احنا من اربع شهور لست شهور يكون لنا زيارة لطبيب الاسنان ويفضل مع شكوتي في بدايتها اتوجه مباشرة كل ما بروح بدري كل ما حلها بيبقى اقل تكلفة واقل جهد فعلا فعلا اكيد كل اللي شايفنا وعايز يتواصل مع دكتور نهال سامي يريد الموجود على الشاشة دلوقتي عنوان العيادة ومركز فور دانسل لعلاج الاسنان كل اللي عايز يتواصل مع الدكتور يتواصل من خلال هذه العنوان الموجودة على الشاشة دلوقتي في نهاية فقرتنا بنشكر حضرتك يا دكتور حضرتك نورتينا بجد وفعلا كانت فقرة فيها معلومات هيلة انا شخصيا استفدت واكيد المشاهدين برضو استفادوا بإذن الله شكرا لك في نهاية فقرتنا بنشكر دكتور نهال سامي اخصائي جراح الطب الفم واللفاء ان شاء الله بعد الفاصل هنروح بقى للفقرة الحلوة اللي كلها اكل واللي الستات كتيرا بيستنوها استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة